بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئ لرئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد عبد العزيز السعدون بمناسبة تولي رئاسة مجلس الأمة الكويتي للفصل التشرعي السابع عشر وقال رئيس مجلس الشيوخ إن تولي السعدون رئاسة مجلس الأمة الكويتي سوف تسهم في دفع العمل البرلماني بالكويت إلى آفاق رحبة وتحقيق مزيد من التعاون المتمر مع مجلس الشيوخ المصري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين